وجه وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الشكرة لرئيس سيسي على دعمه المتواصل للشباب ووضع المحافظات الحدودية على رأس أولويات الجمهورية الجديدة وأكد وزير الشباب والرياضة خلال حفل ختام البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية أهل مصر أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالشباب باعتبارهم التروى الحقيقية للمستقبل وضف أن الوزارة حرصت منذ إطلاق هذا البرنامج على عمل كل ما يلزم لإطلاق طاقات الشباب الإبداعية وتطوير قدراتهم على مختلف المستويات